اشتركوا في القناة النهاردة هنتكلم عن رؤية الحمام او المرحاض وعيدكم تنتبهوا معايا وفي نهاية الفيديو عايز اخبركم بكلام جميل جدا للامام الامام النابولسي الامام النابولسي في اخر الفيديو هذكر بعض التأويلات الجميلة جدا من الممكن ان انت تاخد اول الفيديو وتجري لا انا عايزك تنتظر لان الامام النابولسي ذكر كلاما جميلا وانا دائما في قضية الرؤى والاحلام اميل للمبشرات اكثر منه من التحذيرات فالبداية هيبقى الكلام كله لابن سرين وده الاصل عندنا في تفسير الاحلام لما يجي كلام الامام النابولسي هقولك ده بداية الكلام الامام النابولسي اول حاجة معنا وهي رؤية البنت العزباء للحمام او المرحاض الحمام او المرحاض بالنسبة للبنت العزباء تدل على اما انها تتعلق بشاب وهذا الشاب سيء ومع شديد الاسف وربما تدل على علاقة غير شرعية فهذه الرؤية بالنسبة للبنت العزباء كما قال الامام ابن سرين طب رؤية الحمام او المرحاض بالنسبة للشخص المتزوج هذه الرؤية تدل على اخلاقه السيئة من عشان كده قلتلكوا خليكم معايا للاخر عشان تسمعوا كلام كويس للامام النابولسي ده كلام الامام ابن سرين فرؤية الحمام او المرحاض للرجل المتزوج تدل على ان اخلاقه سيئة وانه سيقوم بخيانة زوجته وهذه الرؤية نادرة وليست لكل الرجال حتى ان الامام ابن سرين قال ولكنه لا يستحق زوجته عوز يقول ان اخلاقه سيئة وانه لا يستحق الزوج اللي معاه ده كلام الامام ابن سرين رؤية دخول الحمام وقضاء الحاجة تدل على الخلاص من الاوجاع تعتبر الرؤية على ظاهرها نحن ندخل الحمام اعزكم الله لنتخلص من فضلات الطعام فنشعر براحة عندما نتخلص من هذا فهي على ظاهرها تدل على الخلاص من الاوجاع والهموم والاحزان وربما زوال للمشاكل رؤية الاغتسال في الحمام فهذه الرؤية تدل على الطهارة طهارة من ايه؟ طهارة من الذنوب والمعاصي ان شاء الله تباركة تعالى دعونا ندخل على رؤية الحمام نظيف او متسخ رؤية الحمام نظيف فرج للشخص المكروب وزوال هموم للشخص المهموم او المغموم رؤية المرأة المتزوجة بقضاء حاجتها في الحمام تدل على زوال المرض تدل على الشفاء لها ان شاء الله تباركة تعالى كده اتكلمنا عن بعض الرؤى للامام ابن سرين وانا مش حابي بخوض في الموضوع ده لابن سرين لان الكلام الطويل معظمه سيء الا قضاء حاجة في حمام فده زوال زوال لهموم او فرج او الاخر ده المستحسن عند الامام ابن سرين في قضية الحمام والمرحاض ندخل بقى على الامام النابلسي قال كلاما جميلا جدا وانا اميل اليه وهذه طبيعتي بل هذه هي سياسة القناة انني دائما اميل الى المبشرات لاننا يعني في الاصل في المقدمة قلنا ان قضية الاحلام ده كلام اجتهادي تفسير الاحلام اجتهادي يعني ليس قرآنا يعني لما نيجي نقول حاجة ما بنقولش ان ده يبقى لازم يحصل مئة بالمئة ابدا وارد انه ما يحصلش وارد انه نفسره غلط انا بتكلم عن المفسر عموما فلما المفسر يفسر غلط ويحذر الناس ويقول ان الرؤية دي شر طيب لما وقعتش وهو فسرها غلط يبقى انت ما استفدتش غير ان انت روعت الناس لكن انا بميل المبشرات ليه لانها حتى لو ما حصلتش انا مخصرتش حاجة بل بالعكس انا ممكن اكون فرحت شخص في وقت كان مهموم ودي ممكن تدي له دفعة معنوية ويقابل الشر اللي كان هيشوفه في حياته ويقدر يتخطى العقبات والصعبات مش عايزة تقول في الموضوع ده لكن ندخل على الكلام الجميل للامام ابن سرين له تفسيرات عجيبة جدا وزي ما ذكرت انها جميلة جدا يقول المرحاض للشاب الاعزب هذه الرؤية تدل على الزواج طب ليه يا امام يا نابلسي قلت ان رؤية الحمام او رؤية انه بيقضي حكته تدل على الزواج قالك الحمام ده عبارة عن ايه عبارة نهيك عن قضاء الحاجة عبارة عن ان الشخص بيدخل بيكشف عورته في المكان ده فلما يدخل يكشف عورته بناخد الرؤية دي على ظاهرها فالزواج عند العلاقة الحميمية تنكشف العورة فرؤية الحمام للشاب الاعزب تدل على الزواج لمن لم يتزوج طب ليه المتزوجين قال ان هذا الكلام مختلف فيه بالنسبة للمتزوجين يعني المام ابن 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 بلسي قال الكلام ده مختلف فيه بيقول ايه بيقول الرجل المتزوج المتزوج خلاف الشاب ليه قال ان الرجل المتزوج حينما حينما يدخل الحمام وتكشف عورته هذا هو الطبيعي ده اللي بيحصل سوف يكشف سره وهذا السر يخص الزوجة يعني هو لف من بعيد بس برضو لزقها في الزوجة سر يخص الزوجة سوف ينكشف لانه هو بنى بنى تفسير احلامه على ان كشف العورة زواج طب هو متزوج يبقى يخص الزوجة طيب ايضا امام النابولسي يقول ان رؤية الحمام وهو مليء بالبراز ودي رؤية كتير من الناس شافوها وتسألت فيها كتير جدا رؤية الحمام مليء بالبراز اعزاكم الله ورائحته كريهة جدا ما معنى هذه الرؤية لانها تقلق كثير من الناس رؤية الحمام مليء بالبراز ورائحته كريهة وانت داخل في الرؤية داخل الحمام وانت في الرؤية مش طيء الريحة اعزاكم الله هذه الرؤية تدل على كثرة الذنوب والمعاصي كثرت سوء الاوضاع ضيقة مالية كثرت بدع الى اخر هذه الامور فدي رؤية غير محمودة رؤية الاصل الانسان لما يشوفها ينتبه يشوفه وبيعمل ايه وهو فيه ناس يعني سبحان الله العظيم احوال الناس بتختلف شخص بيتكلم في الدين كثيرا وكثير البدع يشوف الرؤية دي شخص الدين يرمي لطشة معاه وعنده يعني نحس والحالة عنده غير مستقرة يشوف الرؤية دي شخص تاني عنده ذنوب كثيرة يشوف الرؤية دي وده الفايدة من تنوع معاني كثيرة للرؤية الوحيدة برغم ان فيه ناس بتلوم علينا في الحتة دي بس هو مش فاهم المعنى يعني طيب رؤية الشخص العالم المتدين عالم الدين لما يشوف المرحاض وهو مليء بالنجاسات ورائحته كره شوف حتى الامام النبولسي جيف حتة كمان زي دي وقال لك لا الرؤية دي لكل الناس تدل على كذا وكذا وكذا العالم بقى له معنى للرؤية دي قال انه سيمر بمحن وفتن تخص الدين سوف يفتن في تخصصه في الدين لانه عالم دين فسوف يمر بمحن يدعو الله تبارك وتعالى ان تمر عليه هذه المحن بسلام ان شاء الله تبارك تبارك وتعالى كان معكم اخوكم اسماعيل الجعبير مفسر الاحلام انتظرونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة